ناسبة يمكن النهاردة ربطة الأندية أعلنت بشكل رسمي نقل مباراة البنك الأهلي والأهلي في الجولة الرابعة اللي هتتلعب يوم الحد اللي جاي 1 ديسمبر الساعة 5 بإذن الله اتنقلت لملعب السلام بدلا من أستاذ القاهرة كلنا شفنا جدوى لدوري من أول أسبوع إن المباراة هي هتتلعب على أستاذ القاهرة ولكن طبعا أستاذ القاهرة يبدو إنه ما كانش لسه جاهز فاضطرت هيئة الأستاذ بالأمس إن هي تفتح الملعب للأهلي وللزمالك ليه؟ لأن ماتشاط إفريقيا ما ينفعش فجأة كده تيجي تغيرها زي ما حصل النهاردة في ماتش الدوري فيش حاجة اسمها كده في حاجة اسمها ليحة حددت ملعب قبلها بإسبوعين خلاص الملعب ده ملعب المباراة ما تجيش قبلها بمنتو اللي أنا عايز أغير فبالتالي كان لازم أستاذ القاهرة يستطيع في مباراتها للأهلي والزمالك لكن يبدو عشان الأستاذ لسه مش جاهز وده برضو بالنسبة لي أنا عايز أفهم إيه الموضوع بالزبط يعني النهاردة الربطة بلغت الأندية لقدمكم على الشاشة زد وحرس الحدود والبنك الأهلي والأهلي زد وحرس كان يوم السبت على أستاذ القاهرة يتنقل أستاذ السلام البنك الأهلي والأهلي اتنقل من أستاذ القاهرة لأستاذ السلام وطبعا يا مبارات البنك الأهلي فطبعا الأهلي هو ضيف في هذا اللقاء وبالتالي اللي بيتم اتخاذ كافة الإجراءات معاه هو فريق البنك الاهلي اللي بيطالي مصدف هذا اللقاء يوم الحد الساعة خمسة مساء بإذن الله نتمنى التوفير الاهلي في هذا اللقاء لنهدى اللقاء الأخير في المسابقة المحلية قبل السفر إلى جوانيسبرج عندك مباراة يوم سبعة ديسمبر مع أورلندو بايرتز